اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتدور هذه الحلقة هذا الاسبوع تحت عنوان يتعلق ايضا بالتغيرات المناخية المستمرين في متابعتها وتأثرتها على شتى المجالات المختلفة منذ فترة انعقاد مؤتمر كوب 27 حلقة اليوم اذا تدور تحت عنوان تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراع فخلال الاعوام الاخيرة بدت قضية التغيرات المناخية خطيرة ذات تأثير كبير على المواطنين وعلى كل قطاعات الانتاج خاصة القطاع الزراعي الانتاجية الزراعية تأثرت بسبب التغيرات المناخية وتراجعت معدلات انتاجية بعض المحاصيل من الخضر والفاكهة على وجه الخصوص وهذا عرض المزارعين لخسائر كبيرة اضافة لتسببه في موجة غلاء وارتفاع للأسعار من ابرز تأثيرات التغيرات المناخية زيادة التصحر ونضرة الموارد المائية وارتفاع سطح البحر وزيادة الامراض العابرة للحدود وتعرض صغار المزارعين للمخاطر وزيادة معدلات الفقرة كذلك تأثر سلاسل امداد الغذاء في الوقت الذي يعاني فيه العالم بالفعل من الجوع وازمة الغذاء هذا دعا القيادة السياسية الى اجراء عدد من الخطط والاستراتيجيات للحد من تبعات تأثيرات التغيرات المناخية حيث تم اطلاق حملة 100 مليون شجرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل التكيف مع التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والحد من مخاطرهم ومكافحة فقر الغذاء وتنمية الوعي البيئي بالمجتمع المصري للمزيد حول هذا الموضوع والحديث اكثر ويشرفنا للمناقشة والتعليق والقراءة والتحليل كل من الضيفين الكريمين الاستاذ الدكتور مسعد قطبة حسنين استاذ المناخ الزراعي بمركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بنرحب بك دكتور مسعد شرفتن المحضر جميل والمهندس محمد قبطان رئيس مجلس امناء مؤسسة هنجميلها وعضو حملة مائة مليون شجرة في اطار المبادرة الرئاسية لالحد من مخاطر التغير المناخ والاحتباس الحراري اهلا بك بشمواند الشرفتن اهلا بس اذن حضراتكم نخرج لفاصل قصير ومشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل نبدأ النقاش والحديث مع ضيفينا وضيفيكم الكريمين ارجو ان تبقوا معنا جديد لحضراتكم التحية والتحية موصولة لكل من ضيفينا وضيفيكم الكريمين الدكتور مسعد والمهندس محمد اسمح لي ابتالي مع حركة دكتور مسعد لانه يمكن تأثير التغيرات المناخية زي ما زاد وعي العالم كله فيه ويمكن خاصة مع مؤتمر كوب 27 زي ما كمان عرفنا انه تأثيره يمكن على القطاع الزراعي بالاخص من اكثر التأثيرات اللي ممكن تؤثر على حياة الانسان وتضر به في مصدر غزائه الرئيسي وربما الوحيد يعني الانسان لا يأكل الا من ما تنتج الارض يعني طبع فحركة شايف تأثير التغيرات المناخية اثر قد ايه على القطاع الزراعي في العالم ككل طبعا مش هو مصر على وجه الخصوص يعني في البداية بشكر حركة على الدعوة الكريمة شرفتنا يا فاني الله يخليك ويبنهنئ انفسنا ونهنئ مصر على نجاح مؤتمر الاطراف الخاص بالتغيرات المناخية اللي اتعمل بحرفية كبيرة في مدينة السلام في شرم الشيخ هذا العام واصبح اسم مصر يتردد في كافة المناحي العالمية وفي كافة المؤسسات الدولية وطلعت خريطة طريق في مجالات كتيرة جدا للعمل المناخي تحمل مسمى شرم الشيخ فده شرف كبير لنا كمصر ونقدر ان احنا من خلال الكلام ده يقدر يتبني عليه مستقبلا ويعمل الترويج كبير للسياحة في شرم الشيخ فده نجاح للقوة الناعمة المصرية من خلال مؤتمر المناخ لعملية الترويج السياحي وابراز عملية التغيرات المناخية وتأثيراتها على مصر بشكل عام وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص لو كلمنا على التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي أو الانتاج الزراعي لو جينا الانتاج الزراعي بشكل عام المدخلات بتاعت الانتاج عبارة عن أرض ومية ومناخ وتركيب وراثي أو يعني صنف مثلا بزرعه أو حيوان أو حاجة بتقوى موجودة فجميع العناصر سهل من أنا أغيرها الطربة ممكن أغير الخصوبة بتاعت الطربة المية ممكن أحسن من جودتها العنصر الوحيد اللي صعب التحكم فيه اللي هو عنصر المناخ كلمة مناخ دي صعبة جدا نتحكم فيها صحيح ممكن نتحكم فيها عن طريق الصعوبات الزراعية زي ما مصر أطلقت المبادرة بتاعت المية ألف فدان صوب ودو بيستخدم استثبارات كبيرة جدا وعاوس مدخلات زراعية كبيرة جدا وبيونتج تحدي بعض المحاصيل الخاصة إنما في المحاصيل الاستراتيجية اللي بتنتج في مساحات شاسعة صعب جدا أن انت تتحكم في العنصر حتى لو كان الإنسان عنده قدرة على إنصح التعبير إصلاح المناخ فده مسألة محتاجة لعقود طويلة بعد ما يعني أثر سلبا عليه هو الحقيقة يعني موضوع المناخ ده تجلي لقدرة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض يعني صعب جدا أن البشر أنه يقدر يصلح في المناخ واللي حصل خلال السنوات اللي فاتت حصل زي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اللي هو موضوع التغيرات المناخية والصورة الصناعية اللي أدت إلى زيادة غازات الاحتباس الحراري وأدت إلى احتباس الحرارة مما أدى إلى الجلوبال وورمينج أو الاحترار الحراري لأنه ده السؤال يعني بنسهل بيه دايما قبل ما نتابع تقرير حول موضوع الحلقة هنكمل مع حضرك بعد قليل لأنه ضروري نفرد المساحة الكافية لقد إيه المناخ أثر على القطاع الزراعي وقد إيه المناخ اتأثر بما يعني أحدثته يد الإنسان في البيئة المحيطة بيه ننتقل للمهندس محمد لأنه شق التاني من حلقتنا وهو مشروع زراعة مائة مليون شجرة هو العنوان العنوان هدف يعني ضخم بش مهندس والحقيقة محتاج لتساؤلات فرعية كتير خلينا بس ناخد فكرة مبدئية من حضرتك عنه ويريد تكون في إطار المائة مليون شجرة هيكونوا إيه لأنه فيه أشجار أفتكر حضرتكم خبراء في الزراعة وتعرفوا المسائل دي أكتر مني بتحتاج لسنوات عشان تكون مثمرة فيه أشجار ممكن تكون للحماية من التصحر يعني أكيد مائة مليون شجرة مش كلهم هيكونوا صنف واحد يعني بسم الله الرحيم طبعا أنا شخصيا بتقدم بالشكر لكل الأياد البيضاء والعقول النهيرة التي استقطبت العالم كله واستطاع فخامة الرئيس ومعالي وزيرة البيئة ووزارة الخارجية ورجال الأمن والأمان أن يخرجوا ملحمة استشعرها العالم كله وقدر يغيروا ثقافة العالم كله من الحديث عن الدماء في روسيا وإوكرانيا إلى الحديث عن الخضر وعن الجمال وعن الأمل وعن الحاضر وعن المستقبل جميل حملة المائة مليون شجرة هي إشارة من فخامة الرئيس طبعا في السابق كان في حملة تتحضر الأخضر كانت تحس الناس على تسقيف الناس كيف يمكن أن يحترموا الشجرة الخضراء والشجرة المثمرة كيف يمكن الحفاظ عليها كيف يمكن فصل المخلفات وتدوير بعض المخلفات وإجادة الكمبوست أو السماد العضوي عشان نقلل انبعثات الغاز الميسان من الكمامة الذي يؤثر على ارتفاع درجة الحرارة ويؤثر على انبعثات الكربونية في الجو فطبعا حملة المائة مليون شجرة إشارة لكل المائة مليون مصري أن لدينا رئيس عظيم يفكر في الحاضر والمستقبل يفكر في القبير كبل الصغير ويعطي ضوء أخضر للكل يزرع الأشجار المصبرة درنا إحنا كمجتمع مدني وكمؤسسات مجتمع مدني أن يكون لنا الشراقة الحقيقية في التوجيه والإرشاد والمعونة وإيجاد الشجرة المثمرة ولكن من أي من مخلفات المنازل بعد طفل أولي ابتدائي وتاني ابتدائي لما يذهب يعني من مخلفات المنازل أيوة نتكلم باستفادة شواء الأم الحنون الجميلة عملت عصير جوافة في البيت كل الجوافة في حوالي ألف بزرع لما ناخد الألف بزرع ونتجه به لمدرسة بزرعية في المدرسة هنقدر نوجد مشتل جوافة في قلب المدرسة آه نسبة النجاح فيه مش هتبقى النسبة المطلوبة اقتصادياً ولكن قدرنا نعلم ابننا أن قمامة المنزل يمكن أن تكون رقع عضراء اشر البيت جمعات غنية ببعض العناصر كالسر اشر الموز تفل الشاي والقهوة قمامة المنزل الرخوية زي مجا أو وركوسة أو بدنجانة كل ده ممكن يعاد استخدامه يبقى كونبسط وعضوي يسمد الشجرة يبقى هنا من البزرع اللي بتروح القمامة بدأت وديها المدرسة بدأت أعمل توقام حقيقياً طيح نحن بنحضر نقاط مهمة جداً وهي زراعة الأسطح حايزين نرجع للنقطة دي بعد منهب وهو بس نقطة بقى المائة مليون شجرة فهنا معلشي احنا بنعتمد او الهدف مش الرقم على فكرة او الهدف ان احنا استمرارية في العطاء والتنمية المستدامة وخصوصاً احنا فهنجملها بنعتمد على زراعة شجرة الزيتون المباركة شجرة عمرها ألف عام من الإثمار والإعمار وعمالية البناء الضوئي وكثيرة الثمار وقليل تستلك المياه فهنا بنفهم أولادنا انك لما بتزرع شجرة بتزرعليك صديق صدوق حقيقي يعظم قيمة المشاركة المجتمعية شجرة بتسبح رب العالمين تعطي أكسجين تعطي ثمرة تعطي خلرة تعطي جمال فمن هنا بنقدر نربط الابن الصغير بشغرة وثمرة ده طبعاً هدف مهم جداً تعمل ايه شجرة فان وقضية الوعي مهمة تقلل المعثات الكربونية وتوجد أكسجين نقل هنطلع بتقريد دلوقتي وهنرجع نكمل مع حضرتك لأنه جنب قضية الوعي كمان قضية الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ لأنها أصبحت قضية وجود بالنسبة لكل البشر نتابع هذا التقرير الذي يفتح باب النقاش بصورة أكبر ونعود إليكم مع ضيفينا وضيفيكم الكريمين أرجو أن تبقوا معنا يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية فالمحاصيل الزراعية تتأثر بانخفاض هتول الأمطار وزيادة امبعثات ثاني أكسيد الكربون وبتغير درجات الحرارة سواء بالارتفاع أو الارخفاض حيث تنخفض انتاجية بعض المحاصيل مثل القمح والأرز بارتفاع درجة الحرارة هذا إلى جانب زيادة وزيادة استهلاك المياه بسبب زيادة عدد مرات الرأي للحفاظ على درجة رطوبة الطربة كما أن التغيرات المناخية وتأثيرها على معدل منسوب المياه في المحيطات والبحار تؤدي إلى زيادة الملوحة في الأراضي المجاورة للمناطق الساحلية واختلاف موعيد الزراعة إضافة إلى تغير الأمراض والبكتيريا والفيروسات التي تختلف وفق درجة الحرارة والبرودة وتظهر تلك التأثيرات بشكل متفاوت في جميع أنحاء العالم كما كشفت عنه قمة المناخ قب 27 التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بمصر وقد أثرت تغير المناخي على مصر في تراجع معدل إنتاجية بعض المحاصيل من الخضر والفاكهة وتم فقد كميات كبيرة من المياه ولمواجهة أثار تغير المناخي تعالت النداءات بضرورة تكثيف البحوث العلمية لإنتاج محاصيل لا تحتاج إلى مياه ري كبيرة وكذلك ضرورة تغيير مواعيد وجداول زراعة المحاصيل بحيث تتناسب مع حالة الجو والاتجاه نهو الزراعة الذكية المناخيا لزيادة الانتاجية بشكل مستدام والتكايف مع تغير المناخ والصمود في وجهه وتقليل بعثار غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها ممارسات الزراعة سمرون معكم مشاهدين الكرام ومع ضيفينا وضيفيكم الكريمين الدكتور مصعد والمهندس محمد ومرة تانية دكتور مصعد لازم بقى نكمل ما بدأت حضرتك أشارت للنقطة المتعلقة بالتغيرات المناخية وما أحدثته في البيئة وربما النقطة الأهم بالنسبة لنا كبشر قد إيه أحداثت هذه التغيرات أو المتغيرات في القطاع الزراعي تغيير نفتكر أنه ما عدنش بنزل على زي الأول نا احنا بنزل على الحمد لله محسوس في مصر العالم كله ما عدش بنزل على زي الأول العالم كله فيه مشكلة بالنسبة للتغيرات المناخية نتيجة ما أحدثه المشاريع هي الصورة الصناعية اللي كانت غير محسوبة وكان العالم كله بيتجي إلى النمو الاقتصادي أيا كان تمنه فلوس البيئة ويشتغل وحقق مكاسب اقتصادية ومش مهم التأثيرات البيئة فلما بنجي نتكلم حضاك سألت سؤال إيه تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي فأنا وضحت أن جميع المدخلات الزراعية يمكن التحكم فيها كأسمدة كبيئة كرية كهاجات كتيرة جدا إنما العنصر المناخي عشان تحكم فيه لازم تدفع كتير جدا ومش كل المحاصيل ينفع التحكم فيها زي المحاصيل الاستراتيجية الأمح والدرى والرز المحاصيل اللي احنا بنقولها ونستخدمها بشكل كبير جدا وكأننا في شهر يونيو مثلا أو حاجة شبه كتير ما نقول لها حضرتك فدوة المحاصيل دياتنا بدرش تحكم في ضغط الحارة بتاعتها فبتتزرع بالكلمة الفلاحة بتاعتنا في الطل في المساحات المفتوحة لما دجت حارة بترتفع بترتفع عليها بتنخفض تنخفض عليها إنت حضرتك بتسمع الناشرة بالليل ويقولك بكرة برد تحط البلط تلبس بكرة حرة تلبس قطن تعدل نفسك إنما النبات اللي موجود في الطل ده هيعدل نفسه إزاي عمالية صعبة جدا نيجي لأحداثته التغيرات المناخية زي ما حضرتك بتقول دلوقتي إحنا في ديسمبر ويممكن نلاقي الجو حر جدا وبالليل برد جدا إحنا دلوقتي لما نتكلم على المستوى العالمي حضرتك التغيرات المناخية دي ربنا سبحانه وتعالى خلق الجو بنظام معين نظام كل حاجة عنده بنظام فإحنا لما قلنا ظهر الفساد في البر والبحر حصل خلل في هذا النظام الخلل ده كان ناتج الغازات الاحتباس الحرارة زادت عن المستوى الطبيعي بتاعها لما زادت عن المستوى الطبيعي بتاعها كانت مفروض إن هي بتحتبس الحرارة عشان إنسان يعيش على الكوكب لو الغازات دي مش موجودة ضغية الحرارة يا فانديم هتنزل لأقل من 18 درجة مقوية تحت الصفر فربنا أوجدها عشان تمسك الحرارة ونقدر نعيش في متوسط ضغية حرارة الكوكب الأرض حوالها 14 درجة لديكت الثورة الصناعية الغازات زادت عن حدودها فأصبحت ضغية الحرارة بتاعة الكوكب زادت درجة حتى الآن يعني دلوقتي حتى الآن احنا بقول احنا مش تحت ظروف الغازات درجة منص أو درجة حوالي درجة وربع كده استقبل بها الدرجة دي فيه ناس كتير بتستهون بيها يعني لما بتجي تعمل لها توزيع للدرجة دي فيه مناطق بتزيد درجتين مناطق بتزيد تلاتة مناطق بتنسل تلاتة درجة فلو انت تخيلت درجة حرارة الجسم الإنسان لو زادت درجة واحدة بيحصل خلل في جميع أجهزة الجسم كلها فكذلك النبات النبات ده كائن حي زي وزي الإنسان بالظام لما درجة حرارة ترتفع مرة واحدة وتنخفض مرة واحدة بيتأثر نيجي الموضوع اللي هو المنظومة المناخية اللي حصل فيها المنظومة المناخية عاملة زي المنظم حضرتك أنا بضرب لها مثال دايما بالمبوبة بتاعت الغاز لو المنظم بتاعها تشال هتلاقي الحرارة بترتفع وتنخفض مرة واحدة المنظم ده تشال نتيجة الغازات لاحتماس الحرارة والجلوبة الورم فبقتش موجودة فأصبح الصيف طول جدا والشتاء قصير جدا والشتاء شديد جدا درجة حرارة منخفضة بشكل غير عادي ونفس الكلام بالنسبة للصيف ودرجة حرارة الصيف مرتفعة بشكل كبير جدا تيجي تعمل له متوسط تلاقي درجة حرارة قريبة ما زاديدش كتير وننسك تلاقي أن الحرارة منخفضة قوي ومرتفعة قوي إنما على المستوى الحقلي ومستوى الزرعات تلاقي الزرعات اللي في الحقل حصلها نطج مبكر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة هل نقدر؟ هل نقدر؟ طب أنا أجل السؤال ده شوية لأنه الحديث مع حضرتك يعني هيتول أكيد وهيسعدنا لكن كمان حابب نكمل مع حركة بشمهندس النقطة المتعلقة بالمئة مليون شجر كلمنا أكتر بقى عن أصناف الأشجار لو في فرصة لأنه كمان إحنا محتاجين نفهم الأشجار ديت إحنا نزرعها إزاي بأي مية هل ممكن بمياه غير صالحة للاستهدام الأدمي فتكون مثلا غابات خشبية تساعد في عدم مثلا يعني دخول الرمال على بعض المناطق المثلا السكنية كمصادات طبيعية أو ما شابه ذلك ولا إيه؟ لأنه كمان من ضمن تفاصيل المشروع أنه أو المبادرة ممكن تزرعوا كمان ألف فدان أمحي طبعا ما شاء الله عليك تقرأ الأقدار وكأنك كنت معنا ونحن نعد لإقامة مشروع ضخمة جدا زراعات زوجات وقتصادية عالية على مياه الصرف الصحي المعالجة مثل الجاتروفا ومثل البلوميوم والمهجني فطبعا دي أشجار حيتم زرعتها كحزام شجري ما بين فاصل ما بين المناطق الصناعية بالعشر من رمضان والمناطق السكنية لكن الأجمل في حملة المائة مليون شجرة أن فخامة الرئيس بيعطي إشارة لكل الشعب المصري لأن نحن عندنا في مصر مناخ مختلف يعني محافظة أسوان ما ينفعش فيها الزتون لكن ينفع فيها الجوافة ينفع فيها اللمون ينفع فيها النخل البرحي والمجدول النخل المجدول لا ينفع في وسط الدلتة النخل بيحتاج حرارة فمناخ مصر أو مثلا جنوب سيناء وشمال سيناء تعتمد على الزتون ومارسة مطروح فعندنا مناخ أو طبيعة مناخية في مصر تصوح لزراعة معظم الأشجار فإحنا في زراعتنا بنعتمد على نوع المية اللي هنروا بيها سواء كانت مية نيل أو مية أبار أو مية معالجة صرف بنعتمد على تحليل كامل للطربة من سطح الطربة ثم على بعد 30 سنطر إن احنا فيه بروتكل تعاون مع وزارة البحث العلمي بين المؤسسة وبين وزارة البحث العلمي فمستحيل بنزرع إلا بتحليل المية وتحليل التربة كمان نوع النبات اللي هنزرعه هل هو الشعارات الجزرية تتناسب مع النمو الخضر في الشجرة أو لا كل هذه الأمور نكتسبها ونتعلمها من القامات العلمية المضيئة ويمكن أدمى الحاجة في فقامة الرئيس هي حياة كريمة وهي استخدام البحث العلمي في كل خطوة تنمية في مصر عشان نحقق تنمية مستعدامة عادلة ونواجه أخطر سلاح يهدد العالم كله أخطر من فيروس كورونا سلاح التغيرات المناخية سيجفف أنهار ويصحر أراضي وهنا سيؤثر بالسلب على العالم أجمع وحتى أنا في مؤتمر كوب 27 وأنا بنائش مع الناس قلت لهم عليكم بالتمويل ولدينا 45 مليون شاب ولدينا 93% صحراء في مصر من أرض مصر عليكم بالتمويل إن أردتم الاستقرار لأنفسكم كان الحديث للأمم المتحدة أو لمسؤول الأمم المتحدة وهو يتحدث ويقول أن نحن نريد أن نمول مشروعات زي تستدامة خضراء لكي تعطي أكسجين وتقلل الإنبعاثات الكربونية وتوجد نسبة أكسجين والحمد لله تال مؤتمر على الكفاء على التمويلات دي أنا أنا بتكلم بصفة المواطن مصري فعايزة بسط الأمور على الناس عليك إذا أنجبت ولداً فعليك أن تزرع باسمه الشجرة مثمرة في المسجد في الكنيسة في الجزيرة لازم المسؤول المصري كفاية نجيلة في الجزر الجزيرة ممكن تبقى شائن ممكن تبقى نخل ممكن تبقى شيء مصمر ممكن يبقى الحي بحي الزتون أو حي اللمون أو حي المنجة مع ثقافة المجتمع المدني على احتران الشجرة المثمرة أنا عرف أكتر محتاجين يا فندم ننسياتك كل منبر إعلامي مضيئ وكل عالم جليل زي أستاذنا الفاضل دكتور قد إن احنا ننزل لمستوى الشارع المصري ونستغل لكل نقطة مية ونستغل لكل شاب وكل طفل نستغل لكل مدرس تلباز رعية مستحيل طب في المبادرة عملته يا باش مهانس يعني أحنا الحمد لله أخلي بس السؤال دوت كمان شوية تجاوب عليه حضرتك وأرجو أنك تحضر الإجابة لأنه ضروري نعرف كمان بالإشارة لحضرتك ذكرتها كل منطقة هيتزرع فيها إيه من الأشجار زي ما حالك شرط والأهم هل في مناطق بالفعل مثلا مأهولة أراضي صالحة للزراعة ولا في بعض مناطق مثلا زراعية أو على حدود المناطق الزراعية أو على حدود الصحاري أو في أراضي استصلاح خلينا نعرف إجابة هذا السؤال بعد قليل وهنرجع لك الدكتور مسعد بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا معنا وتتابعون ترجمة نانسي قنقر جديد لحضركم التحية والتحية موصولة ليه الدكتور مسعد وليه المهندس محمد ويا دكتور مسعد أنا توقفت مع حركة عند النقطة اللي كان بودي أن احنا نستكملها المتعلقة بأنه هل يجوز استثمار التغيرات المناخية في زراعة بعض المزرعات أو في تغيير الدورات الزراعية أو في زراعة نباتات أو محاصيل استراتيجية أو غيرها بصورة أكبر نتيجة أنه تغير الحرارة أو تغير البرودة بيسمح بده؟ يعني نستثمر الأزمة صحة تعريبا؟ هو الكلام ده ممكن في بعض الدول بعض الأماكن المناخ هيتحسن وأنا يعني عجبني أن حداك بتنطق المصطلح بتاع المناخ بشكل صحيح أشكرا إحنا كعلمين أحيانا واحد بيغلط وبينطقوا كلمة مناخ بس ده خطأ ده مناخ الجمل آه آه يعني بشكل حداك على هذه الدقة العافر فمناطق زي أوروبا هيحصل فيها تحسن لدرجة أن هي ممكن تستفيد من موضوع التغيرات المناخية إنما مناطق اللي هي زي مصر إحنا منطقة اسمها منطقة قحلة أو منطقة جفة فيها شديدة الجفاف المائي وضعية الحرارة فيها مرتفعة فلما ترتفع ضعية الحرارة أكتر من كده فده يؤثر تأثيرات سلبية كبيرة جدا أضف إلى ذلك أن إحنا يعني إحنا لسا ما تكلمناش عن تأثير التغيرات المناخية يعني إحنا لو تكلمنا بتبدأ التغيرات المناخية بمنابع نهر النيل منابع نهر النيل إرادات النيل هيحصل لها إيه إرادات النيل هل هي تزيد هل هيتنقص هيحصل شيفتنج أو ترحيل للموارد المائية من منابع النيل لمناطق تانية مناطق ت스� polic Temp ومناطق فيها تصحف تغير وهل إذا حتى ما حصلش الكلام ده لو حتى ما حصلش أي تغير الارتفاع درجة حرارة درجتين أو ثلاث درجات ده هيحصل عملية تبخير الجزء كبير من المية وهي جريان السطح بتيجي وهيوفقد احنا عندنا بس بيفقد في بحيرة السد العالي عشرة مليار متر مكعب مية فنتيجة المسطح الكبير ده فما بالك بقى درجة جيارة قدر إن اللازراء والمساحات الشاسعة بتاعته المعرضة للهواء الجوي ويقدر الحرارة ويتبخر منها كميات كبيرة فالموارد نفسها هتتأثر كموارد وتتأثر أثناء تناقلها لحد ما توصل لنا فده تأثيرات كبيرة جدا بعد كده الزيادة السكانية عندنا في مصر عندناك زيادة سكانية 2.5% سنويا 2.5% حصتك من المياه من أما كنت 30 مليون فالحصة دي تكون زمان بناخد قطاع الزراع بياخد 90% من الموارد المائية دلوقتي بقينا 80% بعد 3.4 سنة هنققى 75% لحد ما نوصل يعني لسنة 50 هنققى 50% من الموارد المائية عشان البشر يشرب كمان عشان البشر يشرب فبتستقطع من الزراعة ومطلوب منك تزود الإنتاج الزراعي اللي في الوقت اللي فيه تأثيرات مناخية تأثيرات سلبية وعاوز تضاعف الإنتاج الزراعي فالموضوع بتاع التغرات المناخية موضوع متشابك رغم أن الدولة المصرية خدت إجراءات ضخمة جدا استباقية في موضوع التغرات المناخية تطوير الرأي الحقلي ومعالجة المياه وحاجات كتيرة جدا نتعاملت وصنبت أصناف واستصلاح أراضي في الصحر وحاجات كتيرة جدا بس ما زال رغم أننا ناس علميين والناس بزارة زالة الزراعة ما زال الحدث والتأثيرات المستقبلية والزيادة السكانية أكبر من الإجراءات اللي احنا بناخدها والدليل على كده العالم كله مش مستعد ولا مصر ومستعد على رغم أن مصر خيط إجراءات كبيرة وقدرنا نصد الصدمات الموضوع الحرب الروسية الأوكرانية كان خير دليل للعالم كله كإجراء عملي بروفا كده زي ما أنت بتشوف المبنى ده وحصل حريقة إلا يحصل على موضوع أزمة الغزاء الأزمة الغزاء حصل حرب في دولتين ملناش علاقة بيهم بس هما مصدر للغزاء تشبيح حضرتك ذاكي لأنه فعلا نموذج محاكاة يعني بروفا للأزمة العالم طلع ما عندهش قدرة على الصمود العالم كله بالكامل أوروبا اللي كانت بتتشدق وتقول أن احنا الطاقة النظيفة والكلام ده بتستخدم الفحم دلوقتي عشان تدف نفسها في وقت الحياة وقت ما الإنسان خلاص هيجو في وقت الكلام عن طغار المناخ اللي محتاج يعني إجراءات كتير يعني يحتاج الفحم ده نحن نتكلم عن الأمن الغزائي نحن نتكلم أنه هما لما بيردهم استخدموا الفحم فبالك الإنسان لو جاع يستخدم جميع كل حاجة متاحة دا كده فيه مصطلح في الأمن والطاقة ده اسمه السيادة الغزائية السيادة الغزائية الغزاء فوق كل حاجة فوق الحاجات البيئية وفوق جميع كل حاجة كلام سلي آه وكافحة الجوع وكافحة الفقر الحاجات دي هات حاجات مهمة جدا طيب فوق مصطلحات المناخ وبعدها يجي المناخ والبيئة عايزين أعرف محاياك أكتر ويمكن كمان برضو أنا هفضل ألح لأنه برضو أنا محتاج أن أصدقي من خبرة عالم في مجال البحث الزراعية الإستنباط الأصناف الجنيدة كلام ده كله لأنه برضو بازل نبعث برسائل طمأنة لأنفسنا ولمشاهدين الكرام أنتس محمد أنا ملاحظ أن حركة مصر على أنك أنت يعني تأكد على أهمية المشاركة المجتمعية وحس أن حركة جاي محمل بالفكرة وعايز دور لكل مواطن مصري أي أن كان موقعه مدرس زراعة أو غيره في الاهتمام بالحملة دي إيه اللي ممكن يتقال ويخلي الناس تقدر تعمل حاجة فوق السطوح في الجنينة الخلفية للعقار في مسطح أخضر في منطقة هم عايشين فيها على رأس الغيت يعني الناس تقدر تعمل إيه في هذا الأمر الجلل اللي هو الطائرات المناخية لازم كل مواطن يكون جندي مقاتل يقلل من بعثات الكربونية ويزود نسبة الأكسجين النهاردة الشعب المصري كان الدولة عندها وعي وعملت الصبات الزراعية فبالتالي لما حصل مشاكل في العالم الصبات الزراعية سدت احتياجات الناس في مصر من الطماطم والفلفل والخيار الأمور الطبيعية بتاعت المنزل المصري لكن النهاردة لو قدرنا نتصقف الأم وربة المنزل على زراعة أسطح المنازل على احتياجات المنزل من الفجل والجرجيل والطماطم والفلفل دي كلها زراعات الجزول بتاعتها لا تتعدى 3-4 سنطي فهنا ممكن تتزرع في كل مكان وكمان نقدر نصقف كمان المجتمع المدني إنه هو فعلا يتحرك مع نفسه شوية لو لاحظت حاجة هسأل سيادتك واسأل نفسي هينما نقبض المرتب بنعمل فيه إيه؟ بنصرفه محدش بفكر يستثمر جزء من المرتب ينتج معاه حد يقول لست المرتب وليل أقول لك وليل حتى لو في تجارب نجحة بشمانس محمد على زراعة أسطح أو غيره هي في النهاية اجتهادات فردية أنا مش عايز أقطع حضرتك بس عايز دور حضرتك هنا بقى مع دور مرتز المحوصة الزراعية ووزارة الزراعة ممثلا للدولة مع خطة موضوعة لهذا الأمر إحنا ممكن نزع بدل المئة مليون شجرة وممكن نزع مئتين مليون شجرة لو كلها نحال خطتنا إحنا في حملة المئة مليون شجرة لم ننزع بسودة بهذا الأمر ولكن اجتمعنا مع عن درسين التربية الزراعية في إدارة العشم رمضان ومحافظة شرقية ودقلية والغربية كيف يمكن أن يكون في كل مدرسة مشتل يزرع المدرسة ويزرع الرقعة المنطقة السكانية حول المدرسة بقى دين تلميذ المدرسة في حص تربية الزراعية عشان نعظم قيمة المشاركة المجتمعية والحصن لقف عليك سرا في آخر بلد كنت فيها مركز الزراعيات وحافظة شرقية سألتوا سؤال ودرسين تربية الزراعية بقبادوا كم في السنة لقيتهم بقبادوا في مركز واحد مليون ومتين ألفين تمام بتنتجوا كم شجرة في السنة ولا شجرة كلية الزراعة بتكلفني كم مليون جنيهية والطلبة والمعلمين وكله بتنتجوا كم شجرة لمجتمع المدني هل في برند منتج باسم كلية الزراعة في السوق المصري في جر كلية واحدة في خطة بشمانس يعني أنا أفترض أنه مثلا الطرق السريعة اللي في مصر بعيدا عن الطرق ممكن نزرع فيها شجر أكمل بس فكرتي أن كل من هو في الحكومة المصرية معني بأمر الشجرة والتسقيف الزراعي وتدريس الزراعة سواء كمدرسة الزراعة مدرسة تربية الزراعية اللي في المشتغ اللي في كلية الزراعة نعمل تؤاما مع المجتمع المدني على تسقيف المجتمع المدني لزراع كل ما يمكن زرعته بأشجار الثمار وأشجار الزيوت بشمانس محمد حالك عارف أنه فيه حاجات كتير في مصر ما بيتمش بالجهد التطوعي قد ما بيتم بالتوجيه والتخطيط فخلينا نكون عمليين واقعيين هل فيه صعوبة في أنه يبقى فيه خطة وتوجيه وعلى امتداد خريطة مصر من محافظاتها مختلفة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وكل منطقة عارفة هتزرع ايه وهتزرع فيه ما هنا بقى الفايسل اللي عايزة أكلم ستك فيه باستخدام البحث العلمي زي ما قلت ستك أسوان يصلح فيها أشجار طيب أنا عاوز أقلل درجة الحرارة في أسوان أو أقللها مكان فيه حرارة هعمل إيه الفدان بياخد من 48 نخلة 50 نخلة نخل بلح نخل بلح النخلة أنا هزرع بين كل نخلة ونخلة 10 متر هيحصل تكيف طبيعي نخلة هتبقى الضلة وده المطلوب درجة حرارة تبقى تحت أقل اللي حرارة بتبقى تحطيك يا بشمان يبقى أنا عندي فكرة بسيطة خالص لما أزرع المجدول والنخلة المجدول بلح وولوجود وقتصادية عالية جدا في التسويق حزرع تحت المحاصيل الحولية اللي تستحمل أو قدرت أقللها درجة حرارة تريقة عملية المسافة لها العشرة متر اللي ما بين الشجر والتاني أو النخلة والتاني مع سيادتك احنا كنا زمان رواد في الحرير هو سلاحة الحرير راحت فيه ده ممكن سلاحة الحرير تيجي من زراعات التوت يبقى الأسرة البسيطة ممكن تعمل مشهور حرير طبيعي وممكن ناخد توت يقسل بشموك كم طيب أنا بغاية لما رجع على حرارة مرة تانية أنا طلبي من حضرتك أن حرارة تحدثني عن أمثلة عن تكلفات عن واقع وعن تجارب تمت بالفعل في بعض المحافظات الشرقية أسوان غيرها اللي حرارة بتقوله ده كله كلام جميل ولكنه في إطار يعني القراءة أو التوجيه الشخصي من حضرتك لا لا فاندم استنى علي أنا بادئ من 16 2016 وكان في قانون في مصر بيمنع زراعة الأشجار المصمرة في الأماكن العامة هذا القانون لم يتم تغييره إلا بخطار جميل هل ده بيتم دلوقتي آه طبعا نحن زرعين 606 ألف شجرة من مرسم مصمرة في أسوان آه لازقين في أسوان في أسوان وقت اللمون وقت اللمون أصمر يا دكتور طبعا حرك بتعرف أنه اللمون أصمر في أسوان دلوقتي جميل بيتم جمعه إزاي وتقسيمه إزاي وتوزيعه إزاي هل أهل الدولة اللي بيبيعه مثلا هل المواطنين بيستفيدوا منه ما احنا عايزين نضرب برضو للمسال للناس هو حضرتك عشان الناس تشارك جمعت جانبه الوادي لما زرعت معنا 200 فدين واللمون وزلطون أصمر وبعطيته تم بيعه كوحدة منتجة داخل الجمعة هنا الجانب التاني الجانب التاني من العمل هو تنشيط الواحدة المنتجة مدرس الواحدة المنتجة في جمهورية مصر العربية ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء لكن إذا كان هناك أشجار مصمرة داخل المدرسة وداخل المعدين وداخل كل الزراعة طبعا أنا عايز أخد رأيك دكتور مصعد في الكلام ده يعني أستاذ في الزراعة وفي مركز البحث الزراعية إذا كان لك رأي في هذه التجربة إذا كان لك تحفظات إذا كان لك رغبة في توجيه ما إذا كان في جهد علمي تقدره من خلال المركز البحث الزراعية تقدمه برضو للمبادرة دي يعني قراءة حضرتك للي تقل ده قبل ما ندخل بالتفصيل بقى في الجهد العلمي في موضوع استنباط الأصناف المناسبة للتغير المناخ ودرجات الحرارة الأعلى ونضرة المياه والكلام ده كله تمام هو حضرتك أنا عاوز أقول لك كلم في جزئيتين اللي هو الجزئية الأولى اللي احنا في القاهرة الكبرى 25 مليون وفيه 5 مليون بيجوه كل يوم ويسفره يعني 30 مليون الإنسان عشان يتنفس تنفس طبيعي محتاج مترين مساحة خضر عشان يحصل على الأكسوجين بإرياحية وبشكل طبيعي عشان توفر الكلام ده في القاهرة الكبرى اللي هي الجيزة والأليوبية والمنطقة بتاعتنا صعب جدا فالفكر بتاع زراعة الأسطح وزراعة الأشجار والحاجات ده فكر مستنير ومهم جدا مش مهم مين اللي هيحصل في أوروبا وفي كل المناطق أو بمعنى ذلك مش مهم مين اللي هيعمل بس الناس تتفقوا تعمل يعني من اللي هيكل مسعد فلان هيكل الشجرة اللمون ياخد اللمون من الشارع ياخد الزيتون من الشارع مش مشكلة لو مزوعة فيه كسف وما تسميرش ما فيش إسمار فإيه المشكلة لو أنت زرعتها لمون والناس سرقت اللمون أو سرقته خدته خدته ما فيهاش أي مشكلة فأنا مع الفكرة قلبا وقالبا يعني ما إن هي في المناطق الحضرية وإحنا شغالين أنا المشرف أنا بشتغل المشرف عامة الزراعات المهمية مع حياة كريمة وبنورد أشجار مسمرة وفي بعض المحافظات بقى في بعض اللمون والجوافة وبعض الأشجار اللي هي تتحمل شوية يعني تتحمل الزيتون وإزتون يعني عايز حضرك فأوذر أنه ده مش تخصصي أنا أعرف أنه فيه زراعات ممكن تكون بتثمر بعد سنوات زي المانجو مثلا إحنا بنجيب شتلات كبيرة شوية بحيث أن هي تدخل لأي لو جات صغيرة وتزرعت في قارية أو في مدينة ممكن تدهس بالرجلين وممكن تبوص فإحنا بنجيبها كبيرة شوية بحيث أن هي تتحمل وتدخل في المرار على طول فيه حياة كريمة اشتغل وعمل حاجات كويسة كويسة جدا أي حاجة تستخدم كمصادات رياح أو أشجار كل ده مفيه هتلطف من الجو هتحافظ على الأسفل اللي هي متركب محطوطة مزروعة جنبية تخلي ده جات حاراته يعني تحضر لو ده جات حارات الأسفلت الطريق نفسه ارتفعت بتلاقيه سحوة حصل حاجات كتيرة ومعرفش إيه كل الكلام دي سالين فبينيزوها ده جات حارة جنب المزروعات حاجات كتيرة حاجة اسمها المناخ الدقيق المناخ الدقيق فبتغير من سلوم المناخ أنا التخوفي والكلام ده لما بتزرع في الحقول والحاجات ده زي ما حالك لسه بتسأل محمد بيه دلوقتي بيشتغل كمصادات رياح وحاجات كده بيطقي الزراعات من غزو الكسبان الرملية الكسبان الرملية والرياح والحاجات الكتيرة جدا أنا تخوفي من احنا بنتكلم في جزئية واحنا اشتغلنا في شغل الغابات وشغل زراعة الأشجار كتير جدا عندنا حوالي اكتر من 12 مليار متر مكعب تعتبر كمية صرف صحي كان الهدف ان احنا ازاي نستخدمها ونعمل لها معالجة ونقدر بعد كده نزرع عليها أشجار خشبية غير مسمرة تقدر انها تعمل حفظ الكربون والحاجات اللي هي بتاعت التغلات المناخية وتخفيف غازات الاحتباس الحارة المشكلة عندنا كل المحافظات اللي فيها المية بتاعت المخلفات دي تحت وفنت والصحر عندك فوق فازاي تعمل بامبنج وتدخ المية دي تاني من تحت الفوق من الداهلية وضميات واسكندرية ومعرفش ايه والقاهرة عشان اطلعها في الظهير الصحراء وده عملية صعبة جدا فجات المبادرات الأخيرة اللي هي بتعالج المية وتوديها سينة وتوديها حاجات فاحصبحنا بنستخدمها في الزرع كون ان احنا بنستخدمها في اشجار مسمرة الوقت اللي هو بيزرع وبيزرع في البيت يزرع قصته حاجات كده بالشكل ده حاجات كويسة جدا بس انا مش مع الفكرة ان هو بيزرع الجوافة ازرعها ويعملها او حاجات كده بالشكل ده لان الشكل بس انا بشوف فيديوهات اللي تجارب بيقول عليها المهندس محمد زي الفلفل والطماطم والحاجات دي ممكن تبقى زراعات منزلية ايوة زراعات منزلية اللي هي الحاجات الحولية انما الزراعات المسمرة على المدى الطويل لها مواصفات قياسية بمشاتل بوضع معين بتشرف عليها وزارة الزراع لان الشهات بتوعد لها عشر خمس شهر سنة وعشرين سنة ازرع شكلة الزاتون بتوعد الف سنة فما ينفعش انا اربي في حاجة وراثيا مش مزبوطة فممكن تبقى شركة الجوافة دي مش مزبوطة او البزرة دي مش مزبوطة يعني ان صحة تقبل ما لهاش لازمة يعني يعني ممكن وقالها لازمة وممكن مقالهاش لازمة فممكن يقف فيها خسارة اقتصادية فلازم يقال ماشت الحاجات اسمها المشات المعتمدة انما شغل زراعة الاسطح هاش زراع جرجير هازل حاجات كده بنمي الحب للزراعات عند الاطفال والحاجات دي ده حاجة مهمة جدا لانه انا معرفش طبعا انا بشوف زراعات اسطح كتير نكحة وزي ما قلتك الحركة بظن انها جهود فردية بشمانس محمد يعني مسألة مكلفة من احواض او اواني للزراعة والنظام صرف او ري بالاضافة لانه ممكن يكون في عقار خاص العقارات المصرية المشتركة ما بين سكانها واللي مشغولة الاسطح بتاعتها باطباق الدش وغيرها ممكن يصعب فيها هذا الامر هل في لكم تجارب نكحة في القصة دي هلأ بس عقب الحاجتين انت سيادتك سألت سؤال مهمي جدا ان الاشجار بتاخد سنين عديدة بعض الانواع يعني لا في اصناف اوروبية دلوقتي تنتج في نفس العام فيه منجاكيت اوستن عوني كل دي حاجات مطعومة فيه لمون مطعوم فيه كيموكوات برضو الاتجارات المناخية لها اثر ايجابي يعني النهاردة ما كانش القبل كده ننفع نزرع دراجون فروت دراجون فروت النهاردة كله وبتاعه بستمائة جنيه ينفع تزرع في مصر دلوقتي في بعض الشاب بزرعه بصدر دلوقتي بره لمون الكافيار كله بتوعه بموت يورو كان الاول ممنوع ما ينفعش يزرع في مصر مع ان الاردن سابقتنا فيه بقى يتزرع في مصر دلوقتي وبقى فيه مشاتل زي معالي الدكتور قال مع تحفظ طبعا نوع دي من الزرعات ربما عدد من السيد المشالين ما عرفهاش ويقول له التفرق معنا ايه يا دكتور انا هميني اعمل حاجتين المعادلة الصعبة اللي بتقول اقل تكلفة زي اقل فترة زمنية اخذ على انتاج وجودة هنا التسقيف والتنوير والعمل الميداني المحكم الذي يعظم قيمة ما في ادينا من معطيات لكي احقق التنمية مستدامة العدلة مستحيل هنمي البلد وقوم بالبلد وانا في مسافة بينه وبين المعلم بتاع التربية الزرعية وانا في مسافة بينه وبين دكتور الاكاديمي في معهد البحوث لازم الكل يتعاون مع بعضه تعاون حقيقي مفيش حاجة اسمها حملة 100 مليون شجرة واشجار تطلع من هنا تروح هنا وهي غير مطبقة للمحافظة بتاعتها لازم اسمعني بس المشاتل في المدارس مشاتل اسمع لي مشاتل المتعلقة بحصة تربية الزرعية في بعض المدارس دي يمكن على جيل ايام ما كنا انا وحضرتك في اعداد هل المدارس النهاردة فيها لسه المشاتل يا دكتور سؤال لحضرتك انا ليه المعارضة الصعبة بتاعتي الجنيه عمان ينزل قدامه دورا ليه عشان انا المسؤول عن الامر ما بيشتغلش لو مدارس تربية الزرعية عظم من قيمة الحصة وعلم ابني ان الشجر هي الحية هتلقى الولد يا بابا عايز الشجرة يا ماما عايزة شجرة ليه يا ولد الشجرة هي الحية تعطيني تسجين نقل تعطيني ثمرة بتأمن مصر ضد الانبعثات الكربونية قدر يقوم بدوره ويقنع التصمي اللهم يسلح لك هيزرع الولد في المدارسة او في الشارع سيد العزيز انا في مدينة العشر من رمضان قاتل فيها اقل لمدرسة عشر فدين اقل لمدرسة ان في خطة مش كل المدارس هو عموما انا عاوز ازرع المتاح انا عاوز اوصل مع حضرتك او عايزين المناطق اللي محرومة من الشجرة الامر التاني انت عايش على 7% من مصر الامر التالت انا في اسوان كنت بازرع كرة فارس بالتعاون مع حياة كريمة قابلكم 27 مباشرة في بحثة قال ان في نهر جاوفي في اسوان في بحثة قال ان ما فيش طلبت ان المحافظ المحترم اللي بشكره على الهوى دلوقتي الهوى الست اللي هو اشرف عطية التسامح واعطى مساحة للمجتمع المدني اللي هو يقول فكره جبنا عميد كلية زراعة رئيس جامعة اسوان السابق قال فيه مئة نهر جاوفي وجبنا اللي بيقول ما فيش طلع فيه ماي والنهار دا ممكن نزرع الفة دا في اسوان فالقضية عندي انا كمحمد قبطان وكمواطن مصري لازم انتج وعلى الاقل انتلزاق بتاعي ولكن هنا نقطة الفيسر عندي اذا كان المدرس تربية زراعية غير متقاصص وغير متعلم وغير عملي اخليلي اذا كان المشتل اللي موجود جوا كل ادارة محلية وكل مسؤول حكومي عنده مشتل ما بينتكش اخليلي اذا كانت كلية الزراعة مش هتأثر داخلها وخارجها في الرقعة الزراعية المحيطة بها وتصقف المجتمع المدري وتصقف ابنائنا على الاحترام وقيمة الشجرة وانتاج الشجرة يعني خليني انا محام الضيف الغائب بعد اذنك يا بشمهندس كل اللي من ذكرتهم حضرتك هي مهمتهم التعليم مش الزراعة اسألني سؤال الزراعة مهمة الدولة انها تساعد هؤلاء بتوفير الارض ومصاري الزراعة انا عاوزك تسألني سؤال واحد قولي دخلت العمل العام ليه وطوعت تخدم بلدك ليه عشان الشهيد احمد قبطهون اللي سوشت في كتير منيه واحد احنا دينا مصر اولادنا فلا من منتظر ابن خوية منتظر من المسؤول المصري ان يرى ويستخدم البحث العلمي ويستغل القيادات العلمية الفزة مش معقول مش معقول انا عود اتكلم على منصة اعلامية زي كده بفكرة ايجابية تفيد الدولة وتفيد المجتمع ولقى عكسها بتعمل على الارض الواقع لازم يكون في فعلا توأمة حقيقية ما بين البحث العلمي انا معجب بحماسك لدور المجتمع المدني وضرورة المشاركة المجتمعية لكنها محتاجة القائد لتوجيه حالبك سألتيني سؤال ما عندنا عندنا القائد العظيم الملهم فخامت رئيسة فتاة حسيسي سؤال لماذا لماذا اطلق المائة مليون شجرة لانه يعي ان الشعب المصري مائة مليون مواطن انا طردت من حضرتك انك تقول لي او تقترح او من وقع مسؤولية حضرتك في الحملة او المبادرة انه يبقى فيه خطة موضوعة لكل محافظة وليكن الميت مليون شجرة هنقسمهم على عدد محافظات مصر 26 محافظة يبقى نصيب كل محافظة منهم 400 الف شجرة متبني الفكرة معالي وزير الزراعة معالي على حسب منخة ده مجرد مسال معالي وزير الزراعة متبني الفكرة مع السيد معالي وزير التالي المحلية وفي خطة لتوزيع المائة المائة ايوه وصلنا للخطة انتعرف احنا وصلنا للخطة امتى وبقى ثلاث دقائق من وقت الحلقة وانا مضطر انه في ثلاثين ثانية تنهي كلامك عشان لازم التعليق الختام يكون للدكتور موسى طيب احنا مبادرة هنجملها لها ستة اهداف الهدف العلمي هو الحد المتقرارات الملكة الاتباس الحراري الهدف الاقتصادي هو مكافحة فقر الغذاء الهدف الاستراتيجي هو الحفاظ على كل نقطة مية الهدف العام هو تنمية الوعي البيئي وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة العادلة بانصهار المجتمع المدني مع مسؤولة تنفيذي الهدف الاستراتيجي هو مكافحة البطالة لاننا نزرع شجرة صناعية سمرها بتم تصنحها ولدينا اقصر من ستمائة وستة الف والخطة القادمة من عام اثنين وعشرين كمبادرة حنجملها او كمؤسسة حنجملها هنزرع 450 الف شجرة بالتعاون مع وزارة البحث العلمي وزارة المحلية وزارة البيئة وزارة الصحة وزارة القوة العاملة وزارة الزراع لان فيه بنتقول تعاون ما بين كل حديث الوزرات والمؤسسة لدينا الرؤية والفكر على انصهار المجتمع المدني مع المسؤول التنفيذي لكي نستطيع ان نعدي من عنق الزجاجة وان كل مواطن ينتج كوت يومه او جزء من كوت يوم اتمنى اتمنى دكتور موسحل هسيب لحركة اختيار للسؤال الختامي وليكن الموضوع المتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة ان عارف انه فيه جهود بتقوم بها يعني زراعة في مركز البحث الزراعية لاستنباط نباتات او اصناف جديد زي اصناف من الارز لا تحتاج لمياه كثيرة مع نظرة المياه دلوقتي تمام هو في الحقيقة مركز البحث الزراعية اين بجهود كبير جدا في موضوع الاقلمة مع التورات المناخية اولها استنباط اصناف متحملة للظروف القاسية سواء الملوحة والاجهاد الحراري وده اصناف موجودة وفيه خريطة صنفية على مستوى كل المحافظات وملأمة للدلتا وملأمة للأقاليم الزراعية المختلفة ونتيجة التوجهات الكبيرة والضغط في الملف دوت مصر عندها المحاصيل الاستراتيجية المجموعة المحاصيل اللي هي الاوائل الضرة والامح والرز من اوائل الانتاجية من حسوة المساحة على مستوى العالم من الخمسة الاوائل على مستوى العالم فده نتيجة جهود العلماء بتوع مركز البحوث الزراعية من مساحة صغيرة من نقدر نعمل ما يسمى بالاكتفاء الذاتي على المستوى بتاع المستوى الصغيرة دي فددين حاجات بسيطة جدا لو للجهود الناس دي كانت مصر هتقف مأزة كبير جدا ما كانتش هتقدر تخرج منه وده حقيقة الحاجة التانية ان احنا على مستوى موضوع الارشاد الزراعي والتعامل مع التقلبات الجوية عملنا ما يسمى بوحدة الانذار المبكر بالتقص بنقدر نتنبأ بالتقص لمدة عشر ايام قادمة وبنقدر نوجه رسائل في صورة اجراءات مع المزارعين ونقول للمزارعين بكرة تعملوا ايه والاسبوع الجاي وفيه مطر فيه رياح النصائح الارشادية بشكل عملية تقدر تعملها والكلام ده كله معمول من خلال استراتيجية لوزارة الزراعة ومعمول خطة تنفيذية للكلام ده كله والاستراتيجية دي متنفذة مع كل المعاهد المعنية سواء قطاع نباتي او قطاع الانتاج الحيواني على مستوى موضوع الاسمدة والاصناف بدأت الاصناف كلها تأصناف قصيرة العمر اللي بقى فيه تكسيف زراعي بدل ما كنا بنزرع مرة واحدة في السنة بقى نزرع مرتين وتلاتة فبقى معامل التكسيف دلوقت عندنا مساحة الأراضي الزراعية تسعة وستة من عشر مليون فدان المساحة المحصولية حوالي تمنتاشر مليون فدان يعني يتبع ضعف المساحة اللي بتنزرع حاليا التطوير الرأي الحقلي بالفكر المصري ورفع كفاءة استخدام المية ان احنا عندنا كمية محدودة من المية ونقدر ان احنا ازاي ننتج اكبر قدر من الغزاء استغلال المية وتدويرها اكتر من اربع خمس مرات لو دورنا على المية في الدلتا والرز ومحافظات اللي بتستخدمها في الرز اللي بتستخدم الرز بتستخدم مية مخلفات مستخدمة اربع مرات او خمس مرات صرف زراعي اعتبر صرف زراعي ما يستخدمش في اي حاجة تالي بس احنا خاطرين في ده من زمان فعل اه فاحنا الحمد لله عندنا جهود كبيرة جدا وما زلنا بنبحث ونستعين بسواعي ابنائنا وفي خطوات كويسة جدا ان شاء الله بنطمن شعب المصري ولولا الناس دي كان زمان وضع اخطر من كده على الرغم من غلاء اللي بيحصل في السلع الغذائي توفية دكتور توفية باش مهندس شرفتونة شكرا واسعد من لقائكم دكتور مسعد قطب حسنين استاذ المناخ الزراعي بمركز معلومات تغير المناخ مركز البحوت الزراعي بوزارة الزراعي شكرا جزيلا يا دكتور شكرا لحددك مهندس محمد قطان رئيس مجلس امناء مؤسسة هنجملها وعضو حملة مئة مليون شجرة في اطار المبادرة الرئاسية للحد من مخاطر التغير المناخ والاحتباس الحراري شكرا جزيلا يا بركز المهندس سيد شرفتونة وشكرا موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة على امل اللقاء في الاسبوع المقبل بمشيئة الله دمتم في امان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة